في طريقه إلى كيهيد حيث مدرسته وتلاميذ أودى حادث مروع في ضواحي مدينة روسو عند الكيلومتر 25 بحياة الأستاذ الباحث الشيخ الحسن البنباري أستاذ الفلسفة والأمين العام لمركز مبدأ مصاب جلل تعزى فيه موريتانيا وفقد كبير ومؤثر في طريقه كان الحسن يلقي السلام وينشر المحبة وفي لقاءاته اختار أن يكون الرجل الجامع وفي محاضراته وندواته وبحوثه كان كبير المعنى واسع للطلاع بصرا بواقع مجتمعه ومشاركا في رسم الحلول وتصورها انطلق الحسن رضم الصغر سنه بفكر تجاوز المراهقة ذقت درس في جامعة واكشوت وتخرج منها ثم التحق بالتدريس أستاذا للفلسفة وباحثا في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية مبدأ إلى جانب أمانته العامة شارك في أغلب الندوات والملتقيات وحاضر على المستوى الوطني والدولي كما أسمى في إعداد الدراسات والأوراق البحثية هذا إلى جانب نشاطه الإعلامي والجمعوي كان الحسن صديق الجميع ورفيق الكل ينصح ولا يجرح ينتقد بلطف ويقول رأيه دون تحامل لكن بعيدا عن المجاملة والتصنع لم تكن هذه الدنيا كافية ليقيم فيها الحسن البنباري أكثر فاختار الله والدار الآخرة غادره في قلوب الموريتانيين مقيم مضى ملكا مهابا محبوبا وإنسانا كادحا يحمل بساطة المؤمن وعمق توحيده إلهي ما أحببتك وحدي ولكن أحببتك وحدك رحل الحسن في صمت المخلصين وأبقى ذكرا حسنا وجهدا كان يسابق الزمن عليه ففاز بالسبق وتركتنا كل المنابر قصة عنوانها الحسن البنباري يا رب رحمة لا تفارق قبره تغشاه في الإمساء في الإبكار يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار ترجمة نانسي قنقر